السلام عليكم لي شاف معكم شاف والد ان شاء الله تكونوا كامل بخير وسحتكم لا بس كل عادة اليوم طلبتوا لي بزاف 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 لي كومنتر قلتوا لي شاف والد حضرنا مقراط بالغرس ولا باللوز كنت اجد شاركت معكم وصفة المقراط للمقالة باللوز عفوا اليوم شاركت معكم بالغرس هكذا ينوري لكم اليوم كل الطرق الناجحة مئة بالمئة لنجاح هذه الوصفة اليوم نتأكد الفين بالمئة باللي تنجح لكم هذه الوصفة باي سميد كان عقدة اول حاجة نقول بسم الله هنا عندي نوعين من سميد ديت سميد مواين وسميد الخاشن تعل المقراط اليوم علش ما يخرج لكم المقراط دوكم نقول لكم كامل لدي طاية المقراط بكتبعوا الفيديو حتى الاخر سيفري شوية طويل خمسة وعشرين دقيقة مي لزاستيز جعرهم هنا عقدة هنا اخذت الكيلة كل واحد والكيلة تعوك كيلة صغيرة كيلة كبيرة كيلة مواين دوكم ما نقدش نقول لكم انا يا كل واحد كفاش يدير فضل لزم يكون معاكم فهمتو مي هكذا في الفيديو نعصيري اليوم بلليك يخرج لكم من اول تجربة ليجا من جحلها المقراط اليوم نجحلها هنا قديت كيلة تع سميد متوسط دون حنددوش كيلة تع سميد متوسط أو كيلة تع سميد خاشن هكذا حدث خالت بين متوسط وخاشن هذه الكيلة احضرت لتكون ممسوحة شوفوا انا حبي ندلكم بالميزان بالميزان اوفيسيال يخرج لكم وبالكيلة تعنيك برك كل واحدة ويدها في الكيلة كالي تفيت كالي ما تفيتش كالي ما لعباليش كيفاش شوفوا كيلة تع سميد اللولة تع مواينة 400 نقلم هذه رفضت لي 400 نقلم تع دقيق مواين دوك اللولة انا قدرتها ندل كيلة دوزيام سافيك 400 مع 400 سافيك يولي لي 800 نقرام هكذا سافيه يولي لي 800 قرام 800 سافيه زوج كيلات ماشي فايدين ممسوحين هكذا نزيدو احنا ايا رح ندير كيلة تع سميد ولا تقيق يكون خاشن تع مقراط هذا خاشن هكذا كيلة كيلة كماشتوها 400 قرام سافيك تلت تلت كيلة ما عندها كيلو ومائتين قرام تع سميد درت متوسط مع خاشن زوج متوسطين مع واحدة خاشن الكيلة شحرفت لي 400 قرام 400 قرام سافيك تلت كيلة كيلو ومائتين قرام الخطوة التانية اللي لازم نديرها اللي هو السمن السمن كنت دوبته وخليته يبرد لازم ضروري جدا 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 سمن يكون بارد الغلطة اللي تديروها قاعدوك نزيد نقول لكم علش تديروها وناص شوري بلي تديروها هنا يا سمن كيف كيف 400 قرام دوك أنا مازا ما وصليش 400 قرام رح نكملها بشوية على الزيت عدا ما كان شوفو هنا يا دات كيلو مشي مامبام مواندوا فوق نص دوا ايضا كملتها بالزيت حتى أولت لي 420 قرام ما عليش نورمال 400 قرام 420 قرام عادي صافيك كيلو ميتين تاع تقيق سميد يكون خاشين لما توسط لا قعم توسط لما توسط مع خاشين لما خاشين كامل بنفس الطريقة مع 400 قرام غرا فوندو سي كوال غرا فوندو سي بيان السمن يكون دايب و بارد سي الطريقة ندير الملح ملعقة قهوة تكون مملوقة جيدة تاع الملح نرشها كامل فوق هذك سميد تاعي و ندير السمن داروري جدا يكون بارد راني نوصي و نزيد بالاكو تديروه سخون ولا دافي لازم يكون بارد رح نقولكم معلاش لو كان ديروا السمن تاعكم سخون للاحظها بل بزاف كامل ما مليق راو عندي و داروها هاللعبسة لا كدبش عليكم شوفو السمن لازم يكون بارد لو كان يكون سخون ولا دافي حاجة اللولة رح يغلف لكم اللحبة تاع الدقيق ديالكم و بدأ كدو تشمخوه بالماء هذك الدقيق تاعكم يشرب لكم شو الماء علش تقولوه المقروط التاعي ما ننجح ليش صفا بادير بلي المقروط سميد ماشي ملاح ولا يديكم ماشي ملاح ولا انتو ما متنجحوش بالمقروط سيفو ما انت انتو ما مع اللول كدرتو السمن سخون اكو قليتوه هذك سورا اكو قليتوه المقروط هذك كيفاش حبيتو يشرب لكم الماء دوك حبيتات الدقيق تكون مقلية اسكو في ميزكم تشرب لكم الماء تشرب لكم شو الماء سيولوجيك وهنا ما تحكوش حاجة الدوزنية ما تحكوش سميد سيجوش دخلو هذك سمن مع سميد هذا ما كان دفوش فيه المقروط سمن سمن شوية زيت قرصة تاع الملح السميد ني بايد بايد ني فارينا ني حليب ني مش هنين شوف دوكا لا لا شوفوا مقروط تاع الزمان تاع بكري اللي كان ديرو مرحومة ماني ربي يرحمها سميد الماء الملح وهذا ما كان وسمن ونقطة انتها هذا ما كان دوكا فاهمتكم كيفاش اللي برانسيب تاع المقروط نمو مزج تغلطوه كامل فيه لازم السمن تاعكم يكون بارد باسكو لو كان ديروه سخون رح يقليلكم ديجا المقروط تاعكم قبل ما طيبوه يتقلها ديجا فهنا يتقلها في الجفنة تاعكم فاهمتو ما انتها يقول لك يكون شمك في المقروط لا يشرب ليش الماء ولا يتلق لي الزيت سعر نقول لكم هل يتلق لكم الزيت بعض السمن تاعكم كان سخون ولا كان دافي لازم 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 ضروري جدا عمركم 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 في المقروط لا تديرو السمن سخون ولا سمنوا زيت سخونين لازم يكونوا باردين هكذا دوبوهم نص ساعة من قبل وخلوهم يبردو هم اللي اللي يتبداوا بيها المقروط هكذا سيو قولوا هنا قاعدة نحرك نحرك لمدة عشر دقائق عشر دقائق عشر دقائق وانا نحرك في المقروط ليس ينبسس نحرك حتى ان نحكم امبول ايداستها تتفتت معاندها نزيد نحرك هنا نزيد نحرك اقدر فت امبول صبتها ما تتحلج شوفوا هكذا ما تتحلج معاندها المقروط سيبون ما نزلش نحركه على هو واجد شتووا حال سهلة الطريقة معاندها ديروا هكا تدوروا بين يديكم ما تتحكوش شوفوا نقول لكم المقروط ما يتحكش صح عنين ديها الجز شغلين نحك بسح ما عايش نحك ما عايش نعبز الفخوت ممليح باش الحبة تتقيق تتكسر نو عانين نحك شغل هكذا باش ندخل السمن ما سميت هذا مكان شتو الطريقة لي درتلكم اليوم لا بيها قلتلكم تبعوا الفيديو كيهم بزاف لما يسرعوا في الفيديو بتي يقول لك اه ما قلت لناش ديروا الملح اه ما قلت لناش ديروا الملح اه ما قلت لناش ديروا الملح اه ما قلت لناش دبعوا الفيديو سيفره شوية طويل خدوا راحتكم في الليل تكونوا حترق دو احكموا تليفون وشوفوا الاروست بعقلكم صباح نوضو ديروها يا دمك دوك فالا شوفوا نحكم هادا كسميت تايغطيتو خليتو يريح لحذة رباسة حتى عشرين دقيقة باش نبدأ نخدم فيه هنا يا اه المقرط علي تياني كميات الثميورية من يمكنك الصداد بذيوها biblical belong انا بالغرس بشير هنا كميات الزمن كمية الزمن كمية كمية الزمن وشوية تلك المظهر ولا اضع Giving هذا الابد عمله وراهه طريق ضريته بشوية الزيت ونكهته بشوية القرفة وشوية المظهر هذا يجينا بنين والريحة تجيك بزفة تعبق في الضار نحكم الحرب وشتاعين ونقسمها على 4 قسر 4 حرابش لا تقسم هذه كمية العربة نحن نقسمها على ربعة. نحن نخدم بالحربوش. صفيح يجونا ربع حربوش. كل حربوش يأتي في 7 حبات 8 حبات. ما انتهى اليوم سيخرج لكم المقاروط هذا الكمية. كيلو ومئتين سمد يخرج لكم ثلاثين حبات. يكونوا متوسطين. ما راهم كبار كبار ما راهم صغار. راهم مقاروط نورمالية تلقوها في العراس. نحن نخدموا في المقاروط هذا هو المقاروط. في كيلو ومئتين تخرج لي ثلاثين حبات. حتى ثلاثين حبات. هناك السمي التاعي بعد مريحة لربعة ساعة حتى العشرين دقيقة. اغطيته بكيس بلاستيكي نورمال. وخليته. تقدروا حتى الساعة. او لا تخدموا به العشية. ما ليس لديها. هذه ليس لديها قائدة. بكريسة. ما كانت بيتو. بس صباح لا تدرش هذا كامل تروين الدنيا كامل. تخلطوا في الجفنة تحت. غطيها في الصباح تخدم به. ما عليك. لديها شيء قائدة كاللازم يبات. ما عندها حتى علاقة هذه لازم يبات. هذا ما كان. بس صباح ينقص عليهم بشغل. بس ما بتوحش تخلط وزيد رسما وذوب اسما. كل حاجة لافي. صباح تخدم برك. هذا ما كان. هنا. كما كنت لاحظو معي. نحكم. سيطر ايضا. هذه حاجة يجب تتبعوني مليح فيها. هذه الكيلة اللي كينا بها سميد. اللي هي ربعمية نقرام. هكذا. ربعمية ميليلي لتر ولا ربعمية قرام. تاع الكيلة اللي رفضتنا اليوم سمن وزيد. رح نعمرها بالماء خالط بين الماء والمزهر. أنا نخدم بالماء والمزهر. ما نخدمش بالمزهر واحدو. نحب ندير نص ماء نص مازهر. يجيني خير. ما عاكد بش عليكم. هادك الماء والمزهر. شيء ضروري. هادك الكيلة. رح نكملوها كامل. سوف يقسمتها على الاربعة. مع انتها هادك الماء اللي راهو هنا في الغرفية هذه. كيف كيف نقسمها على الاربعة. بسك الكيلة كمبليتة. كل الكمية كمبليتة. عاكد. قسمتها على الاربعة هادك الماء والمزهر. وشنو بصح لازم يكونوا باردين مليح. قد ما يكون الماء والمزهر بارد. قريب يجمد. شغل لي ادير لكم هادك طبقة زوجاجية من الفوقها. تمك باش نبدأ نضم المقرز تاعي. هادا خطوة ولا ملاحة. هادا لازم تسجلوها مليح فيها. يجب علي رأزكم. جامد تسجلوها في الحنافية. ولا يكون درجة حارات الغرفة. يجب عليكم بارد. قد ما يكون بارد قد ما يكون مقرز تاعكم يجيكم الشباب يمنطين طم تمتم ويجيكم هاي. صدقوني. ديروها وقلوه لي في التعليقات. يعني عشاء كثير من مزهر الكومي نزيل ستجلوها. هادو مزهر الكومي نقرب بهم أنا عقدة. ما عليش. تعتبر صداقات جارية. هنالا اذيك تلاحظوا فتحت الحربوش ديالي خليتوا ريح شوية كيف شمقتوا خلوها ريح شوية بسكوية عاود يشرب لكم هداك الماء والمظهر تمكبش بدأوا تديرو الحربوش ديالكم اذا ما تحوش غر ما تشمخوا تشكلو الحربوش نو خلوا هيرو بوزي واحد تلت قاية عربعا تقايا يشوفوه شرب لكم شوية بش تديرو الغرس ديالكم هنه يفتح الهارس طويل وضعته بالداخل وستغلقت وستخدمات الهواب كثير كما نريده ونحكي مع فضلك لا تبدأ مع الاول يجب أن تتجوه ورحبه كثير غير ما يجب ان يلمح الحرب وستجوه لا وقت لا تذهب وقت لا تزينه تزينه واتفجه سوف يزينه وقت لا ترس وقت لا تذهب الملاب drih الملح الارتفاعة الحبة المقاروط تعكم وصل المطلوب تمك بشي نبدأ نرولي دوك هنايا عرفت بل الحبة المقاروط تعيه هكذا ما نزيد لهاش شغل ما راهي عالية بزاف ما راهي حبطة دوكوش ندير نبدأ نرولي حتى نبدأ نزير نقول لكم هلاش نزير نزير وممطار عني نجبت في التمر عني نمشي في التمر الداخل عني نمشي فيه وممطار الحربوش تعيه هو يطوال كي نشوف الحربوش تعيه وصل لي حباتها المقاروط المطلوبة لاني حبها انا ما راهو صغير ما راهو كبير تمك بش نبدأ نحل بيديها هايدا مش بس باتين تعكم بالاطراف الاصابع من ملكولتي هايدا وحرب شو غير بالعقلب شما نخطي ديها شوية تاعي بالماء بش السلح ديال الفوق يكون املس ويكون شباب ونقطع الحبات تعيين دو دوة ونقسم الموس ما يكونش قبالة ما يكونش انكليني بزاف يكون ما راهو قبالة ما راهو انكليني بزاف عريضا 1-3-4-5-6-7 حبات وليشت نحيتهم دو قطلكم اليونا يخرج لكم 30 حتى 32 حبات تاع المقاروط هذا الحربوش اللي وشتوش حخرج لي والحربوش لاخرين بنفس الطريقة دو كنا الحبات تاعيها شوفوا بليكوبات تنسقمها عندما كنا نعليها شوية في الوسط بشيدي بومبي نعرف بليك المقاروط لازم يجي بومبي شوية في الوسط وليكوتي نشكل الشكل تاع المقاروط نرمال وانا نزل لكم حبات تانية تشوفوها ونكمل الحبات تاعي بنفس الطريقة هاكده سمحولي اللي هادرت بزاف كهين بزاف ان يشوفهم يقولولي فيديو تبعك طويل تهضر بزاف والله ارسمحولي ساعتوا المقاروط نحب شون نشرحو كي ما ليجيوا يقرأوا عندي ايماجين سافيتوا تقرأوا عندي في التسوائع في الكورتة المقاروط تقولولي بزاف نخرجوا فيديو شون لخصت منو ماكسيموم باش نفهمكم الطريقة مليح درتوا في خمسة وعشرين دقيقة سفي ايماجين جيتوا تقرأوا عندي في في الكورت نروف تسوائيح تربعة سوايات المقاروط تقولولي بزاف ما ننقرأوش الموهم انا بس لتلكم بين قوسين بركة شغل لاني مساعدتكم بل بزاف واقداكم تحبوش الفيديو كي يجي طويل انا ما عندي حتى علاقة كي يجي الفيديو طويلة باش نتكون في علمكم انا بما دا بي ندير فيديو في دقيقة المهم هنا يسقمت بليكوباتج ليكوتي كاملتها الحبتها المقاروط جاني بومبي في البسط ما شاء الله كي ما كنت لاحظو والله الحبارة هي تنتق والله الشكلتها مقاروط تعزمان شوفوا يجي عالي شوية مشي عالي عالي ومشي صغير مليح في لي موايين هذه هي الحبتها المقاروط شوفوا يجي بومبي من الفوقه مشي بلاط ولا هو واجد والله الخطوة الثانية ولا الملاحدة الثانية سوف نديرها اليوم شتو هذه الكلمة بارد لي شمخنا به المقاروط كيف كيف هنا نحكي ماء يكون بارد يكون بالتلاجة وندخل حبتها المقاروط ديالي يدخل هذه الكلمة شوفوني هنا ندخل حبتها المقاروط داخل الماء نقطرها ونديرها في السلة اللي رح نقلي فيها من الاحسن تقلو في السلة ما تقلوش ديالكتو في الكسرونة ديكو نقول لكم معلاش شوفوا هنا للماء لشاني نديرو إذا زعمة سميدة تاعي ما كانش منها ما قصلكمش ما بان نوعية سميدة اللي خدمت بيها باش نقول لكم بلي اي نوع سميدة يخرج لكم مقاروط ما كانش من هامي يخرج لكمش عقدة سفي السميد لي كان عندكم متوفر خشين ومواين يخرج لكم مقاروط هنا ندخل داخل الماء بارد نقطر وندير داخل السلة ديالي من الاحسن دي والمقاروط تاعكم في السلل هكدان يساعدني في الخدمة بالبزاف ونقول لكم الملاحظة الثالثة لديكم ملاحظة اللولة الماء يكون بارد دوز يام السمن يكون بارد ثلاث يام داخل الماء الكاتر يام هذه الملاحظة الرابعة شوفوا الزيت تكون سخونة النار ما تكونش عالية تكون متوسطة النار كز ملاح دخلوا المقاروط تاعكم ما تقولوش انشوك شوط شوكي واه ملوي تفتح لكم ولا نو تقولو انشو تمتم دخلوا داخل الزيت تخرجوا ثلاث يام داخل الزيت وتخرجوا ثلاث يام داخل الزيت ثلاث يام داخل الزيت هذا ما كان كما تقولوا الشوك لكن لماذا؟ المقاروط راهو بارد بارد ملح والزيتها هي صخونة إما جاء 100 دراجة ولا أكثر من 100 دراجة اللي راهي في الزيت محا الحاجة تكون بلك صفر دراجة ذلك يصرف شوكوك يصرف ديفوماسيو شوال تصرا تصرا خالل معندها دخلوا سلتا عكم تطولوا دمي شوك بعد تضيدوا له شوك غير البع بعد تطولوا الشوك على ذلك خلوا يتقلوا هاكذا شوال أين فهمكم بالطريقة بالدرجة هاكذا بش تفهموني كامل كاين كل واحده فهم دياله كاين يفهم نطقل كاين يفهم رابيد كاين اللي عنده آآ الميتية في يده دو كاين نشوف أنا المحتوى ديالي بصفة عامة ما نشي على على فئة معينة هاكذا خليتوا يتقلوا عادي النار بالاكو تزيدوا لها لكي قلبه ليش خضر قلبه لازم يجي طايب النار لازم تكون قليلة أنا ما نحش نزيد للنار آفو كي نشوفوا للي حمر تمتم في دون مينة تقول المقروط تعيب طايب المقروط نو المقروط يحب النار قليلة يطيف في غرده هاكذا يطيف لكم في قلبه ثانيك ويجيكم بمرم الملفوقة والداخل يجي طايب أنا ما نحبش هذا المقروط اللي تحدي روزي تسخونة والنار تكون قاوية تحطوه يتحمر في دون مينة تتخرجوه تقول هذا المقروط نو المقروط ما نحبش كي يكون عاجهين لداخل يقعد لازم طيبه في غرده نرمال ما تكون النار قليلة قليلة ما تكون متوسطة تكون بين متوسطة وقليلة هكذا ما شي زايدة آفو هاك نو خطأ المهم خليت المقروط تعيب نوح نشوف الحربوش تاني شمخته نخليه يروبوزي يشرب لي هدا كلمة والمظهر شوفو هنا وطرية بزاف نخليه يشرب لي بدنا نحن حرب شو ما تخافوش اسميتاكم كي يكون طرية هاكا وحنزيدلو شوية المهم هدا المال يدفتو كامل في الغرفية هادي رح يطم لي كامل كمية لعفل جفنة هكذا لا ببعت قسمتها على الاربعة اللي ما كيف كيف نقسمو على الاربعة نحنا يلا ببول نخليها هكذا شوفو راح وطرية مليح نخليه يروبوزي شوفوك يروبوزا كيف أشغلها نخليه يجوش تقايق برك شوفوك فاشغلها نزيد نخليه يجوش تقايق واحد اخرين ونشوف ها صبروا تشوفو هنا يا معايا بسكو اسمي دي شربة ما يش تقولو مع الولادة طريصة فيك نبدأ ونخدمونه هاكا نزيدلو شوية جاني شغل يابس عيدا نزيدلها دي شوية نكون ريقلو حساب شوفو هاكذا يا كيف أشغلالي الحربوش الدوزيان بتاعي دقيقة عبرك ها نشوفوه بالعطري ولا كولر ديال اسمي تتغير كانت صفره ولا تبيضه كي تشوفو ولا كولر ولا اللون الحربوش ديالكم مصفر ولا بيض اعرفوا بليك المقرد او شرب لكم كامل كمية عالما ليس حقا لا شوفونا الحربوش ديال كان صفر ولا بيض ما عندها صيبو ها هو واجد ها قدر نفتح الحربوش بش ندير الغرس ونخليه يريح قتلكم توجع في هذه المرحلة ها نشوفو الاني اللون تاوي اللون التاوي ها نحبو نحمره نظر جديد منا نحبو نحمره بيض لا نحبو نخليه بيض هو موين ماره حمر ماره بيض وقلبو راهو طيب هذه ها حاجات تعطيه بتاع المقرد الأسلوس الخامس و الملاحظة الخامسة نحن نحن أطيها لكم اليوم العسل عمركم تديرو العسل من البعطة ديلوه ديالكتومه وتعسلو به المقرد ولكن كل مان يشرب لكم شو العسل ويجي قلبوه ناشف شغل اللي بور ديال المقروط ماحش يشرب لكم كامل هذك العسل ويش رح ندير رح ندير العسل التاعي نديرها داخل غي سيبيون ونحن ندفي شوية مظهر نسخن نديروه مع هذك العسل ونجريه شوية بسكو العسل إذا كان تقيل والمقروط يكون سخون ماحش يشرب لكم العسل يشرب لكم الطبقة الفوغانية برك وقلبوه يجي ناشف مع انتها العسل ديالكم لازم تجروه بشوية مظهر يكون سخون شوفوا العسل تاعكم وفاش يقول لي شتوش حبلها خفيف والمقروط تاعكم غير ما تخرجوهم المقروط ديروه داخل العسل وعقدية بش يكون عندكم فكرة وخلوه داخل العسل تاعي واحد العشر دقائق حتى يشرب لكم مليح العسل بش نحيوه نوحو الحرب وش ندورو الحرب وش دوز يام ما بقاش الفيديو بالزاف عمبالي بلي طولت عليكم ما كل حاجة شغل نهدر في الماقول امام طور بش تنجحو فيها وعلا عقدية الحرب وش دوز يام شوفوا نبدأ نعبز بشانين دياني نخرج في لهوة امام طور عنيني نمشي في التمر الداخل امام طور عنيني نطول في الحرب وش على حسب الحبات هالمقروط ديالي عقدة كي نوصل للي بيسير تعويس مو تعويس مو تعويس المحبة على المقروط ديالي اني حبها انا نحبس ما بش نعبز عقدة ليطروع كوتية ها ندور نعبز ندور نعبز ندور نعبز بش يجو نقاء كامل الجوانيب ديالو ملح هنا بش ندور ها ندور سيجيس بش نطيلو لفورم تا حربوش يكون ليس عدم ها كان سينا حاجة بحد اخرى لا سيعم شوفوا هنا حربوش تاير ها هو هاي هنا يدشتوا دخلكم لهوة من جيها باريزام تدخلكم لهوة بداية فتت عقدوا زيروا كي ما زيرت على مالهول كيف كيف زيروا بيدكم وعبدوا حلو الحربوش تايركم هذا دعم وانا هنا هاي الحربوش دوزيام مرهوة جدل بيسارة وشباب الحربوش فقره وليس ملح نقسم كيف كيف نحي ليكوتي هنا ما فيش تمر نحاودي نحاودي شوية عقدان وخرج للغرس لو هلان ديالدودوة ونشكل حبت المقراط الساعي ما رهم كبار بزاف ما رهم صغار بالكوبات يعودوا يتسقموا يولوا لا بس بيع وانا شوفوا برق هادي هي وعلى كل حربوش يخرج لكم سبعة واحد خرج لتمانية واحد سبعة واحد تمانية يتاح لكم تلاتين حبا هادي هي وعلى نزدنا كيف 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 ما درت الحربوش اللوال من نحي الحبات ديالي كامل ونبدأ نسقم في الحبات هاكذا نبوم بيوهم شوية كما زمان هاكذا ونزيار بليكوبات في ليكوتي ونشكل الشكل تا حباتها مقراط على باري كي تخرجوا من الفيديو هدايا تروحوا كامل جربوا الوصفات على المقراط على المقلة كين قولوا مقراط العسل كين قولوا مقراط المقلة من التسمية الصحية هي مقراط المقلة مقراط العسل سوف نباشي جربوا كي تريدو ونزيار بليكوتي أرحي ما مقراط كوتي فهو الله واندوك من خلاف نزيار بليكوبات ديالي جيدا نسكل نبوم بيوهم charas والذي أحب أن أضع فرصه باللوز كيف كيف يحكم العقدة تهوي للوز يرحي شوية تهوي للوز بالقوشور كما أحب يتونتهم تحمسه غير شوية في الفور ماشي بزاف ترحيه تضيفه كمية قليلة تذكر ماشي بزاف وتطموه بالمظهر لازم يكون شوية حاكم أروحه ماشي طري طريق هذا كل اللوز بس كل اللوز يتفتح يتنفخ هنا يا سيدون المقرد التائرة هو وجد ودخل الماء كما أعتمدوا معي وستندر التدخل السلة هذه الخطوة تهلت الماء أحب اندرها إضافية وهذا الماء أقول لكم خطينا صحيح تنع السقسية المرحومة أمان يا ربي رحمه وكذلك المقرد التالي على داخل الماء بإجرام لماذا ما تدري جدخل السلة فتتكون لسله يعلم هو يتذكر الله كيف كيف ما يتفتح مواله ما يتدخلو داخل الماء وايدا لداخل الماء ما تسوير يبدو لي لا تفتح لاش المقرض ديالها حاجة الثالثة المقرض ديالكم يجيكم بزاف شباب من الفوق ما يجيش زي ما فيه شوقوق ما يجيش في هدك تخباش هدك كديروا دخل الماء رح يطيلوا قوهايل وحاجة الثالثة المادا قتاعوك تدخلوه دخل الماء رح يجيكم يدوب في الفم ظل هذه هي الطريقة لحبيت نقولها لكم كيف كيف الزيت عايز هنا ندخل سلتين عاود نخرجها دوزين فانزين ندخلها نزيد نخرجها هذا باش نعرف من المقرض تاعي معنا جه الشوك شوال انتو ما في الضار كي يجيكم شوك شتو كيفش ديرو كيف كيف المقرض كي تطولو الشوك مع اللوول مسكين شوال يحبي يهرب شوال لبيع يتفتح لكم هذا ما كان هذا الحربوش اللوول يدرتو كامل دخلتو داخل العسل عدا ونحيتو شوفو كيفش يجي معسل لافورم كيفاش تجي يجي ليس لغرس التعناره في بلاستو كل حاجة رايب بلاستها اه برك وش لازم اليوم كي دخلو جملة فيديو تحت سي واه ادامك والنصائح لا تتهملكم اليوم على بلي بلك اه تتقيدو كنت تقيدو بيهم احتولو من المحترفين في صناعة مقرض المقنع اهلا هذه هي دوكنا هنا نكمل نعسل كامل كمية لقالت ليت على المقرض نكمل هداك اللي قادل في الجفنة نزل ننهار بشو كامل نكمل وحدة بس كون نكمل الفيديو كامل يجي بزاف طويل وفيديو اللي ساعة جسوية بزاف شوال دهت لايف لا لا ديت لكم زوج حرابش حكده بش كامل نصيري بلي استافدتو تبعتوني خطوة بخطوة هداك اللي طابل في المغلاء شوفوا الى كولر ديال وكيفش خرجة تشابه ما نحمره شفوق هذا الشيء بزاف وما نخلوه بيض وخلوه يطيف رحته في المغلاء ما تزيدوه للنار بش قلبه يجي طايب تسكن لو كان زيدوه في النار راح يطيف لكم غرم الفوقابرك والداخل يقعد خضر هذا ما كان دوك هنا ينعسلو نخلوه داخل العسل الان بوم مو مو تقدروا تخلوه 14 ساعة 10 طقائق حتى يشرب لكم كامل هداك العسل وشتوني العسل وجدرت له خففته بهذاك المظهر اللي راح يخلي المقروط بتاعنا يشرب لنا حتى القلب دياله ظالة هادي هي ان شاء الله تكونوا استفدتوا كامل من المعلومات اللي تتهالكم كل هذا نقسم لكم حبة في الاخر تشوفوها على بل يكون كامل تسنو جانا كامل على حبة كامل حبة تشباه لوقتها مشي حبة كبيرة حبة صغيرة حبة محمرة حبة مشي محمرة وطيب حتى القلب دياله الغرس كيف كيف مخرج الناش برة كامل قاعد لي محافظ على الشكل دياله ديروا وشتغل لكم ورجعوا لي بلا ريبونس دوك فوالة الكاميرا برك شوفوا لا ما زلوا يسخون المقروط حاجة الليولا وجد شوفوا قلبه مع السل ومرمل من فوقها جربوه واكيد راح تنجحوا فيه من اول تجربة اذا عجبتكم الوصفة خلوه لي جان ونتلاقوا مشا الله في وصفة اخرى عن قريب معا سلام